أعلن جيش الاحتلال التركي في بيانين منفصلين عن مقتل ثمانية من جنوده وإصابة ثلاثة عشر آخرين خلال مشاركته في الحملة العدوانية على منطقة عفرين وفي بيانه الأول قالت رئاسة الأركان إنه في إطار العمليات في عفرين قتل خمسة من الجنود وأصيب سبعة آخرون بجروح أمس الخميس وبعد وقت قصير أصدرت بيانا ثانيا أعلنت فيه مقتل ثلاثة جنود إضافين وإصابة ستة آخرين من دون أن تعطي أي تفاصيل عن الظروف التي قتلوا فيها وكانت دولة الاحتلال التركي قد بدأت عملياتها العدوانية في عشرين كانون الثاني يناير بمساندة ميليشياتها الإرهابية ضد منطقة عفرين الآمنة وتسببت بمقتل العشرات من المدنيين وإصابة آخرين